يعاني الكثير من المستخدمين أثناء تصفحهم شبكة الانترنت خاصة على متصفح جوجل كروم من استهلاك المتصفح للذاكرة العشوائية مما يسبب بطء في النظام لذلك هذه طريقة سهلة ومجانية بإمكانك عبرها إيقاف استنزاف متصفح الكروم لموارد الجهاز بصلا إذا كنت تفتح صفحات انترنت كثيرة في نفس الوقت كل عليك تويت وتدخل على هذه الصفحة وتقوم بتحميل هذه الإضافة بالضغط على إضافة إلى كروم وبعد إضافتك لهذه الإضافة ستقوم بإيقاف أي صفحة أنت فتحتها وهي تستهلك من موارد الجهاز وتسبب بطء كل عليك تويت تقتار من الخيار الأول إيقاف تشغيل أي صفحة من استهلاكها لموارد الجهاز بعد مرور هذا الوقت سواء كان دقيقة أو خمس دقائق أو حتى ساعة ونحوه وبذلك بإمكانك فتح عدد كبير من الصفحات في نفس الوقت ولكن إذا وصلت إلى هذا الوقت سيتوقف المتصفح عن الاستجابة لها ولن يعود إلا إذا فتحت الصفحة مرة أخرى من نفس القائمة العلوية علما أنه لن يقوم بحذف أي صفحة وبذلك سيصبح الجهاز عندك أسرع خاصة إذا كنت تصفح الإنترنت مع وجود صفحات كثيرة في نفس الوقت